السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي أعراض الإصابة أو علامات الإصابة بمرض الهربس؟ بداية سوف تظهر لدينا أعراض مختلفة مثلا ظهور تقرحات مؤلمة في الأرداف والفخدين وممكن أن نلاحظ الحكة العامة في أنحاء الجسم المختلفة ممكن أن نشعر أو أشعر ببعض الألم عند التبول ومن الممكن ظهور بعض الكتل في الفخد وتكون مؤلمة جدا عند عملية اللمس وممكن أن نلاحظ ظهور أعراض شبيهة للإنفلونزا مثلا أهلام الجسم المختلفة دون بذل أي مجهود أو اتعب والحمى الذي ممكن أن تصل إلى أربعون درجة مواوية ومن الممكن الصداع خاصة عند ظهور أعراضه لأول مرة فتكون بدايته بالصداع أتمنى لكم دوام الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر